السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي اليوم في هذه الفرماسيون الجديدة التي سنقومون بها Laravel و React.js أول شيء سأقول لكم هذه الفرماسيون ستكون Advanced يعني لا يمكن أن أحد لا أعرف ماذا هو Laravel وماذا هو React يأتي تفرج فيها خصوصا وأنا التقنيات التي ستستعمل في هذه الدورة ستكون أفضل يعني سنقوم بـ Package سنقوم بـ Project سيكون حسن من الـ Projects الذين يوجدون في الشركة الـ Projects الذي سيكون في هذه الدورة هو School Management يعني سنقوم بـ Application Web في Laravel و React التي ستتكلف لنا بالإدارة المدرسة والجامعة أو أي شيء آخر في ميدان التعليم تقوم بها ستكون أحسن دورة تطبيقية سترى في حياتكم سنعطيكم عصارة الخليط و تجربة ميهنية لعدة سنوات سنعطينا هذا من الهدرة وأنتم بـ Installation لـ Laravel مع React.js لا سنشرح هذا كثيرا حتى ما رأيتنا في الفوماسون أول شيء سنبدأ بها هي Laravel نستطيع أن نعمل بـ Composer Create Project و أعطيه و أعطيه Laravel slash Laravel بهذه الطريقة و أعطيه و أعطيه نسمية لـ Project التي ستكون في حالة ستكون School Management بهذه من بعد ندر Entry و أتسمى Composer Create Project ندر الخدمة كيف نرى هنا لدينا الفرسيون 10 جوج السا هي آخر فرسيون في الوقت الذي نسجل فيها فيديو هنا نعطيها بعض الوقت بمثالة الإنسطلاسيون و أرجع لكم و رمضة إنسطالة Laravel قدر ندر PHP Artisan و ندر سيرف لذلك سيرفر نرى حتى ندخل لـ Home Page سأطلع لها الانتغفاس التي تعمل بالفرسيون 10 جوج 8 و تعمل بالفرسيون PHP 8 جوج سأتشاركم بشكل لا سنعمل Ui بال Laravel و بال Blade يعني ستكون واحد الأبليكاسيون التي تكون لديك لديك لدي بالفرسيون التي تكون بالفرسيون التي تكلف لكي يصف لدينا الfrontend وهو React.js هنا في هذه ويبس نعمل على السيكوريتي و نعمل بالفرسيون 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 سنعمل بهذه الطريقة و الويبس و سنعمل الfrontend ما سنعمل الكمبوس والشي كامل الذي يعطينا React.js لكي نقضي الUI و نقضي المنو و نقضي المنو و نقضي الكثير من الحواج التي سنرى في الفرسيون إن شاء الله و نرجع ذلك لكي ننستلل React.js بالنسبة نستطيع طريقة في الفرسيون هي VGS يعني نعمل و نقضي VGS و نقضي ندخل بطريقة سهلة و زوينة بطريقة المنو سوف يكون مبادلة و سوف يكون مبادلة لكي نفسي مبادلة و سوف يكون مبادلة بالنسبة بطريقة بطريقة نقضي كل بطريقة بطريقة ولكن لكي ندخل كثيرا سوف نقضي React.js غير هو سوف يكون هنا لوسط يعني سوف يكون وسط البرجة العرافل بطريقة 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 و تستطيع مشكلة قبل نقضي نقضي القادية هنا المنزل ، غير غير نقضي هنا سوف نقضي نقضي بطريقة سوف نقضي فيديو تستطيع تجد سوف نجد في صندوق الوصف وسوف نقضي بطريقة جديدة بطريقة هذا Brace سوف نستخدمه إذا نرى هنا في Storage أو في Resources سوف نرى Views و هذا الشيء كامل و سوف نرى CSS Javascript و سوف نقوم بشيء و سوف نقوم بشيء نحن نقوم بشيء و نقوم بشيء نستخدم Laravel Brace Require Laravel slash Brace بهذه الطريقة هنا سوف نقوم بشيء و نقوم بشيء لكي نستخدم Laravel Brace غير في الـ Dev و سوف نحتاجه غير في الـ Dev و لا نحتاجه في الـ Production هذا نستخدم و لدي VGS و هنا Resources و هناك Views و SELS و هناك يجب أن نقوم بشيء 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 بحب Artisan و هناك بشيء و هناك و هناك يقول لي كيف تريد أن نعمل أنا سوف نعمل بشيء 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 و هناك و هناك تريد و هناك تريد أن نعمل بشيء سوف ندخل معكم في الـ Detail للحواج اللي تحيده و يلا نذهب و نرى ماذا لدينا فلاباتج يعني إذا دخلت هنا نعمل بشيء أو لدي هنا Web Service و هناك تريد الـ Authentification سوف نجد و كل شيء يعمل سوف نقوم بشيء لكي نختم هذا الفيديو لذلك لذلك هنا سوف نعمل Preact.js كيف أقول لكم أحسن طريقة هي VGS و هناك ما سوف نعمل نعمل MPM و نضعه هنا سوف نقوم بـ Frontend سوف نقوم بـ Entrée كيف أريد أن نعمل بشيء من Vue.js سوف نقوم بـ React و هنا أريد أن نعمل بـ Javascript و SWC و ما سوف نتشاهد في المستخدم React.js.advanced سوف نذهب هنا سوف ندخل إلى CdFrontend د و نروقع لما يسميه جيدا سوف نحاول هنا نحن 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 نعمل بشكل جيد نحن نعمل في Frontend ما سوف نقوم بإنستال ورن دف قمنا بإنستال هنا نقوم بحلقة بالتأكيد نقوم بهم مرة يكونوا تقوم بهم هيا الانستال بدأت وما سوف نقوم بإنستال وصلت على السيرفور للديولوجي المنطقة هيا الانستال و السيرفور بدأ سوف نحبس هذا السيرفور سوف نقوم بإنشارة سوف نقوم بشعر سوف نقوم بتغيير سوف نقوم بـ Package في الـ Frontend سوف نقوم بـ Package.json لا أريد أن نقوم بـ Port 5173 هو الذي يكون بـ Default سوف نقوم بـ Port 3000 هذا هو أحسن Port سوف نقوم بـ Ravel سوف نقوم بـ Frontend لا يوجد شيئاً سوف نقوم بـ Projet سوف نقوم بـ Incrementer سوف نقوم بـ Projet سوف نقوم بـ Backend في Ravel هنا في Front react.js أتمنى أن تكونوا فهمتوا هذا الفيديو تعلمنا فيها كيف نقوم بـ Ravel كيف نقوم بـ Authentification في Ravel الذي سوف نقوم بـ وكيف نقوم بـ react.js وسط Ravel إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا بـ Partageo مع الناس الذين سوف ينفعهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر